نداء مواجه من داخل زنزانة صغيرة ومن وسط آلاف الأسرى وباسمهم الذين قرروا خوض معركة الإضراب المفتوح عن الطعام دفاعاً عن حق الأسير في الحرية والكرامة نداء واجهه الأسرى الفلسطينيون في يوم إضرابهم التاسع بسبب ممارسات الاحتلال اللا إنسانية بحقهم مطالبين بمواصلة الإضراب حتى تستجاب مطالبهم تفاعل جماهيري كبير مع معركة الأسرى بدأ يتسع أكثر فأكثر ولم تعد هناك مدينة أو قرية أو مخيم إلا وفيها قيم تضامنية مع الأسرى تكاتفاً مع تدهور الوضع الصحي لعدد كبير منهم والذي وصل إلى 1500 أسير ومن بينهم قائد هذا الإضراب الأسير مروان البرغوثي الذي تدهور وضعه الصحي بشكل كبير رافضاً تلقي العلاج والانصيع لمطالب الاحتلال معنويات عالية وعزيمة مستمرة يبديها أسرى سجون الاحتلال في ظل مرحلة وطنية مهمة تتطلب إسناد الأسرى ومنع كسر إرادتهم ومنضمام أفواج جديدة من الأسرى إلى معركة الأمعاء الخاوية لتحقيق المطالب والرد على همجية سلطات الاحتلال إلا تأكيد على استمرار معركة الصمود